ازدياد حالات توزيع حلوة وسكاكر المروانة في المدارس في الوليات المتحدة الأمريكية وخاصة المدارس الابتدائية أو الألمانتري سكولز تفاصيل هذا الموضوع في حلقة جديدة مباشرة من خبر عاجل مع أنا حسين هشم من قناة شو الأخبار تحياتنا لكم متابعيننا ومشاهدينا من قناة شو الأخبار معكم حسين هشم وحلقة جديدة مباشرة من خبر عاجل نستعرض من خلاله موضوع وحيد فقط لهو بدي يعني احكي عنه وعيد وكرر وضليني ألح بالحديث عن هذا الموضوع لأنه موضوع في غاية الأهمية موضوع عم بأثر على أولادنا وأطفالنا في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو موضوع المروانة انتشار المروانة في المدارس خاصة هذا الموضوع اللي في مكان ما في زمان ما كنا قايلين أنه مش معقولي يكون في خطر على أطفالنا بهذا الموضوع وخاصة الأطفال الصغار يمكن المراهقين دائما هناك خطر عليهم نتيجة أنه فيهم يطلعوا لحالهم أوقات الأهل ما بيعرفوا وين عم بيروحوا ما بيعرفوا مين الرفقة تبعهم بس الأطفال وخاصة في المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة كنا نفكر نحنا كأهل أنه نحنا الولد أو معنا موجود على طول في البيت أو إذا من رح لنا مشوار نحنا هيدا الولد موجود معنا أو الطفل وإذا رح على المدرسة ما المدرسة آمنة المدرسة خاصة المدارس الابتدائية والمتوسطة هؤلاء بعضهم أولاد ما بيعرفوا بهذا الشيء مش رح يوصلن هذا الخطر وخاصة خطر المروانة في ظل انتشار المروانة بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية وتشريع المروانة في الولايات المتحدة الأمريكية يزداد الخطر شيئاً فشيئاً على أولادنا وخاصة الأولاد الصغار اللي ما بيعرفوا شو هني هيدا المواضيع وما بيعرفوا الصحة من الغلط وما بيعرفوا إنه هيدا مخدرات مروانة هي مخدرات خلينا نعترف بهيدا الموضوع على الرغم من أنه البعض بيحبوا يجملوا هيدا الموضوع بيقولوا لا المروانة مانا مخدرات والمروانة صحية والمروانة بتساعد المروانة مخدرات خلينا نتفع على هذا الموضوع طيب عم نشوف أكثر وأكثر في الولايات المتحدة الأمريكية بكل أمريكا مش بولاية معينة حي الله ولاية فيها تشريع للمروانة عم نشوف أنه عم بيتزداد حالات اللي طلاب عم بيجيبوا موعة المروانة على المدارس حكي عن حالة وحدة بس إذا بتطلعوا هلا على وسائل الإعلام وإذا بتطلعوا على فيديوهاتي السابقة بتشوفوا انتشار هذا الموضوع بشكل كبير جدا طيب عم بيتكرر هيدا الموضوع وفي بعض الأحيان بنفس المدارس إخوانا فحبيت أنا ضوي عليه أرجع وذكركم فيه لأنه رجع صار كمان هيدا الموضوع بليفونيا بولاية مشيقين وصار بفلنت كمان رح نعرض هيدا الحالة الوحدة منهم اللي هي طالب بصف الخامس عم بيجيب معه قميز أو سكاكر أو حلوة في بقلبة مروانة على المدارس على المدارس فهيدا موضوع خطير جدا وطلاب أكلوا هيدا المروانة وراحوا على البيت وأهلهم لاحظوا عليهم حركاتهم حركات مش مزبوطة فبعد البحث والتدقيق تبين أنه في طالب جيب معه على المدارسة قميز في بقلبة مروانة قميز متل هاي يعني فهمين كيف؟ متل هول قدامكن هول شايفينه هول دي القميز كل الولاد بتاكلهم وشا بيعرفكم إذا فيهم مروانة ولا ما فيهم مروانة خاصة إذا الولاد صغير وخاصة إذا موجود بالمدرسة ومتلون بتعرفوا بالمدرسة أوقات الطلاب بياخدوا من بعضه بيعيروا بعض يعني بيعطوا بعض كوكيز بيعطوا بعضهم قميز بدي يشير بتشاركوا الشغلات اللي كل واحد جيبها من بيته فهيضا الطالب جيب على المدرسة على المدرسة الابتدائية جيب قميز أو سكيكر في بقلبهم مروانة ووزع على رفقاته رفقاته أكلوان هايدي حالي صارت بي ليفونيا وفي حالي تانية كمان صارت بي فلنت تمام؟ الحالي الأولى اللي هدي عم بحكي عمنا اللي صارت بليفونيا أخوانا الطلاب أخدوهم على المستشفى حالتهم الصحية منيحة بس كانوا عم بيقولوا لأهلون حاسس حالي هيك شوية يعني مثل هاي أو هيك يعني خلاص سلطة يعني مثل ما بيقولوا حرام صراحة حرام البوليس عم بيقول الطفل متعمدا جيب هودي المروانة القميز اللي فيها مروانة وعم بيوزع على الطلاب بالمدرسة هلأ عم بتقول لأهلون كمان بيبينوا مثل الكاندي وعم بتقول المدرسة المدرسة اللي صار فيها هيد الحالي انه الأهل كمان لازم يساعدوهم بهيدا على الموضوع لأنه هن مش ه يكونوا قادرين انه يخلوا عينهم على كل طفل وطالب شو عم بيجيب على المدرسة هلأ هون هيدي بتفتح النقاش على نقطة كتير مهمة اخوان هلأ الحالي اللي صار بفلنت بايداوي راحت على المحكمة كمان طالب جيب معه قميز في بي ألبون مروانة على المدرسة بكمان إليمنتري سكول بمدرسة ابتدائية بفلنت بولية مشيغان أيضا والأم اللي للطفل اللي جيب المروانة على المدرسة المحكمة حكمتها حلو انه المحاكم عا بيتحركوا بهيدا الموضوع في محاولة شويلة حتى يسيطروا عليه هلأ بالحالتين البوليس دخل في تحقيقات اللي لكم بفلنت عطوا حكم على الأم بس بشكل عام هيدا الفيديو لحتى يعني نوضح شويلة لجريتنا شغلي انه متل بقلتلكم أنا قبل شويل دايما لولاد بيتشاركوا الشغلات بيجبوه معنا على المدرسة فبدنا منكم انه تتحكوا مع أولادكم حتى لو هن صغار تفهموهن انه للأسف الشديد نحنا هلأ بوقت ما بنعرف شو الولد حتى الولد اللي هو بالمدرسة الابتدائية ومتوسطة عم بيجيب معه على المدرسة خاصة في ظل انتشار هذا الموضوع يمكن عم بيجيبوا معهن هذه المروانة بشكل متعمد مثل ما شفنا قبل شوي بهيدي الحالة وفي بعض الأحيان بشكل غير متعمد أهلو بيجيبوهن 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 لقاهن طلع فكرون قاميش جيبوا معه على المدرسة عم بيجيبوهن ففي بعض الحالات متعمدة وبعض الحالات غير متعمدة بس نحنا لكألنا كجيرية عربية وشرق أوسطية موجودين بأميركا خلينا نعوب مع أولادنا خلينا نكون نوعا صريحين وواضحين في هذا الموضوع ونفهمون أنه بس تروحوا على المدرسة ما تاخدوا شي من حدا لا من رفقاتكم ولا من الصفوف التانية ولا من حدا ما ياخدوا شي من حدا لأنه مرح نعرف شو في بقلبها هايدي الشغلات صراحة فلحماية أطفالنا في هذا البلد علينا أن نكون منفتحين وواضحين معهم ونخصصهم وقت من شغلنا ومن حياتنا الاجتماعية وحياتنا العملية نخصص وقت لأولادنا ونتابع معهم نروح معهم على المدارس نسألهم لما يرجعوا من المدرسة شو عملوا بالمدرسة؟ مع مين نحكوا؟ شو تصرفوا؟ هل هن عايزين شي؟ لحتى ما يلجأوا لحدا تاني بأي عمر كان الولاد كان ابتدايا ولا متوسط ولا سنوية ولا جامعة دايما نخلوا أولادكم الملجأ تبعهم يكونوا أنتوا كأهل ما يكونوا رفقاتهم لأنه ما فيكم تسيطروا على رفقاتهم ما بتعرفوا أنتوا رفقاتهم شو عام يعملوا فهذا الموضوع ليس فقط في ولاية ميشيغان هذا الموضوع منتشر في كل الولايات وأنا بفيديوهات سابقة جبت حالات صايرة بأكثر من ولاية وإن شاء الله بفيديوهات قادمة منطلع لكم حالات صايرة بأكثر من ولاية لحتى تشوفوا هذا الموضوع لا ينحصر في ولاية معينة أو مدينة معينة إخواننا هذا الموضوع منتشر ويزداد انتشارا كل يوم هذا الفيديو توعوي نستعمل هذه الحالة لحتى نقول للجالية حكوا مع أولادكم قولوا لأولادكم ما ياخدوا أكل أو حلوة أو سكاكر من أي ولد كان حتى لو رفقهم بالمدرسة وتابعوا معهم للولاد وحكوا معهم عطول وضلوا يكون عم بتابعوا معهم إن كان الحياة الاجتماعية أو العملية أو المدرسة بالمدرسة للطلاب هذا كان الفيديو تابعنا لليوم عملوا مشاركة لهذا الفيديو على أوسع الإنطاق لحتى توصل هذه الرسالة لأهلنا وأحبابنا من الجالية العربية والشرق أوسطية في كل الولايات الأمريكية وحتى برات أمريكا لأن هذا الموضوع منتشر بشكل كبير جدا وما رح يتراجع هذا الموضوع رح يستمر ويصير أكتر وأكتر سوءا فعلينا من هلأ أن نحضر حالنا ونحمي حالنا ونحمي عيالنا من هذا الموضوع هذه كانت حلقتنا اليوم من برنامج خبر عاجل أنا حسين هنشن من قناة الأخبار لا تنسوا تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، إنستجرام، تويتر وتيك توك ويوتيوب، تفعيل جرس التنبيه وإلى أن نلقاكم بحلقات مكبلي وإلى هذا البرنامج وبرامج أخرى إلى اللقاء